مع اقتراب فصل الشتاء ندعو الجميع لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية خاصة في ظل انتشار كوفيد 19 نظراً لاختلاف فيروس الانفلونزا كل موسم عن الآخر فلا تستطيع جسامنا تكوين مناعة دائمة ضده لهذا يتم تحديث لقاح الانفلونزا الموسمية في كل عام ويجب أخذ جرعة واحدة من اللقاح مرة واحدة سنوياً فهو يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض ونقل العدوى للآخرين ويقل من المضاعفات في حال الإصابة بالمرض جميل الأشخاص ابتداء من عمر 6 شهور ولكن يعتبر أخذ اللقاح من قبل بعض الفئات التالية أكثر أهمية وذلك لأنهم أكثر عبا للإصابة من هضاعفات الانفلونزا وهم العاملين في الرعاية الصحية كبار السن النساء الحوامل حيث يمكن أخذ اللقاح خلال أي مرحلة من مراحل الحمل الحجاج والمعتمرون المدخنون والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة الأعراض الجانبية الشائعة خفيفة قد تظهر عليك بعض الأعراض الجانبية مثل الشعور بالألم والأحمرار والتوارن في موضع حقن اللقاح ويمكن أن يحدث أيضا صداع وأولام في العضلات وشعور بالإعياء لعدة أيام قليلة لا يحمي لقاح الإنفلونزا من فيروس كوفيد-19 وذلك لأن فيروس الإنفلونزا وكوفيد-19 يسببهما فيروسان مختلفة في حال حصولك على لقاح كوفيد-19 لا يزال عليك الحصول على لقاح الإنفلونزا أيضا يحتاج الجسم إلى مدة تصل مبين أسبوع إلى أسبوعين حتى يحصل على مناعة ضد الإنفلونزا يجب أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويا فهو أفضل ذريقة للوقاية من المرض ويجب الأخذ بالتدابير الوقائية مثل تغطية الفم والأنف عند العطش والسعال والحد من الاختلاط بالآخرين عند الإصابة بالمرض لتجنب نقل العدوى لهم بالإضافة إلى أصل اليدين وتعقيمهما باستمرار وتنظيف وتعقيم الأسطح والأجوات للحد من احتمالات الإصابة اشتركوا في القناة